ونفخي ونفخي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللاخرة خير لك من الأولى تحدثنا في اللقاءات الماضية وقد حدث هذا الانقطاع الخارج عن إرادتنا والضحى والليل إذا سجى هذا إن شاء الله تبارك وتعالى القسم فكان إن شاء الله تبارك والنعمة الأولى ما ودعك ربك وما قل ما ودعك ما فارقك على محبة وقد تحدثنا عن ذلك طويلا وما قل فمن باب أولى أن لا يفارقك عن كراهية بل قلت إن الله تعالى يبغض من الفاسدين إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب زيد الكافرين إن الله لا يحب الظالمين إن الله لا يحب كل خوان أثيم من هم الذين لا يحبهم الله ويبغضهم الله شكون هم الذين حادوا عن الصراط وتركوا القرآن وجعلوه ظهريا فكل من ابتعد عن القرآن على قدر ابتعادك من القرآن يكون غضب الله فكم من تالي للقرآن والقرآن يلعنه هو كذاب ويقرأ القرآن ويقرأ لا لعنة الله عن الكاذبين فهو يلعن نفسه ما آمن بالقرآن من استحل محارنه إذ فالله تبارك وتعالى الذين يبغضهم ذكرهم الله في كتابه لا ينبغي أن تسلك مثلك المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم ولعنهم وعدلهم جهنم من قتلهم نفسا مؤمنة متعمدا فجزاؤه غضب الله عليهم ولعنهم وعدلهم عذابا عظيم إذا قرأت القرآن تعرف من هم المبغوظون الذين يبغضهم الله سبحانه عز وجل دت واحدة سلسلة ما اسمه يا سلسلة زيد الذين يبغضهم الله قدرت كل واحد تكلمت عليه والصفات نتعلم كل شيء عندي سلسلة هذا هو فالله تعالى ما قتل علاش 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 ان شاء الله ربي بغضهم علاش علاش بوض المفسد علاش علاش لأنهم إنما وقع لهم ما وقع لهم زيد زيد لتركهم أوامر الله وابتعادهم عن القرآن هذا القرآن اللي يزلوا عليك سيد درب بسم الله علاش نزلوا علاش نزلوا عليك ليرفع الله عنهم الغضب كيفاش لانا بغضك وأنا أرسلتك من أجل أن أرفع البغضة والغضب عن الخلق ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم استغفروه يعني لا يمكن أبدا أن يجول بخاطر المؤمن أن الله تعالى قد ترك النبي لأيام توقف فيها الوحي لحكمة يريدها الله أن يكون ذلك يفسر على أساسا أن الله تبارك وتعالى يبغض بل أن الله أرسلك ليرفع غضب الله عن الخلق أنت أنت يا رسول الله كل هذه إن شاء الله الخيرات التي جاءت في القرآن يأكد لهذه الأمة رفع عنها الغضب ولم يقتلها ويهلكها هلاك استئصال فالنبي علي سقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتان ومنعني الواحدة سألت الله أن يجعل أن لا يجعل هلاك أمة على عدو من خارج فأعطانيها فطمأنني أن الأمة لا يمكن أن تستبح بيضتها من قبل عدو خارجي أبدا أبدا ولو اجتمعت عليها كل الخليقة هذا وعد الله ومن صدق من الله حديثة وسألت الله أن لا يجعل هلاك أمة بهذه المسائل التي يصيب بالله القوم هذا الشيء دي الجفاف وهذا الشيء دي الجوع وهذا الشيء لا 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 لكن لما سألته أن لا يجعل هلاك أمة ببأسها بينها منعنيها لأن هذا الأمر يتعلق زاد باختيار هذه الأمة ومتى يجعل الله البأس بينها إذا تركت كتاب ربها فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر قال خرج علينا رسول الله وقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وعوذوا بالله أن تدركوهن فقال في الخامسة وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتخيرون أحسن ما أنزه إلا جعل بأسهم بينهم شديد قال تعالى في صورة الإنعام الصورة التي نزلت مرة واحدة على رسول الله ومعها سبعون ألف ملك لهم تسبيح يرتج في الدنيا وفي الكون كله أنزل الله قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت يرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض الله أكبر أتعرفون ترجمان قرآن عبد الله بن عباس كيف فسر هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت يرجلكم لو سألتكم أستفز عقولكم هذا السؤال ما هو العذاب الذي أنزله الله من فوقهم قوليني بغش ما هو العذاب الذي منزله الله من فوقهم قولوا لا الحباب قولوا يرسل الحاصبة ياك الرضية القص ياك الغرق ينسل لك الطوفاني يجري السماء بالماء ويفجل الأرض ينبوعا فيلتقي الماء على أمر قد قدر كما فعل به قوم نوح ياك قال سيدنا بن عباس إن أشد ذلك هو واسمه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أي أصولكم إذا كفروا جدودكم بوك إذا كانوا مجرمين هذا أكبر عذاب ومن تحتكم ولداتكم أصولكم وفرعكم إذا كانوا يحاربوا الإسلام ورب يا ربي ويذيق بعضكم بأس بعض لأنها القضية نتعى البأس فإن العذاب المنزل من فوق ومن تحت يتعلق بهذا البأس والبأس لا يكون إلا وأخطر بأس حينما يأتيك من جيد ممن كنت ترجو أن يكون لك خدما ومعينا على الواليد صحار الواليد يسب ربي الواليد يبيع المخدرات الواليد يبيع الدخان الواليد يبيع الأخمر الواليد يهضر في الناس الواليد والولد يبيع المخدرات يبيع كده يحارب الإسلام يبيع المخدرات يمون بألسنتنا وهم من أبناء جلتنا لا 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 إذن ما قالا ما قالش ما قالاك ما قالش الكا هذا أدب الله مع رسوله من يقول له ما ودعاك لأن التوديح هو مفارق عن حب ما ودعاك لكن ما قال قال ما قالا ولم يقول ما قالاك وإذا كان أدب الله مع رسوله يصل إلى هذه المرطمة السامقة في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم فماذا عسى المسلم عياذا حينما يفقد الأدب مع رسوله إلى صلى الله عليه وسلم وما قالا إذن بغيت نوصل لكم بغير كل ما اللي بغيت نوصل له هذه كل مرة واسمه هي يا أن الله لم يفارقك على محبة زيد وأن الله تعالى من باب أولى لم يفارقك عن بغض ولا عن كربا بل إن الذين أبغضهم الله بسبب جنايتهم على أنفسهم بابتعادهم عن الدين وعن القرآن أرسلك الله إليهم ليرفع بك غضب الله على الخط أنت يرفع بك الله الغضب حبيبي رسول الله وحشي كمير أنا اسمعوا لي أنا تفانى في حب النبي صلى الله عليه وسلم لا إلهي لصدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلهي لحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك الله ليرفع بك غضب الله على الخلق كونجبوا واحد عدد يلا حديثك نصيبوها كلها تسيروا في هذا المنح الله تعالى تخيل أنا أبني نشوف ذك لا إلهي للا وعند رسول الله أنا واحد سيد في رمضان باشرة زوجتها غلباته ولفسه غلباته ولفسه وكان خرق حرمة رمضان شعاجة عظيمة وحاجة جديدة اللي يديرها في الأول اللي يخاف على رسوله فلما قضى وترى وعاد إليه رشدة وعلم أنه والعياذ بالله قد أسرف على نفسه هوريا مسرعا إلى رسوله قال هالكت يا رسول الله هالكت مشيت 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 يا رسول الله مشيت يا رسول الله مشيت مشيت لحاصلها سيدة قال له واسمه قال له هششته يعني وكذا وقصبته من زوجتي ما سبت زوجة من زوجتي في نهاري رمضان قال له يعني تخضي وتكفر تصوم شهرين متتابعة قال له أنا رمضان وما نقدر لهش شي غا دين تير ده وصعب علي صعب عليها قال له أطعم ستين مسكن قال له وتقول ما عنديش فأمر أحدهم أن يأتي بإذن الله تبارك وتعالى بعذق من تمر فقال خذ هذا وأطعمه الفقراء قال والذي بعثك بالحق رسولا ما بين لابتيها أشد حاجة إليه مني فضحك رجل أطعمه أهلك بشر الزوجة دياله والنبي صعب هو الذي أعطاه بشدة الكفارة ومش حتى كفارة ديالناس مش حدة هيكل ها هو شتوش يرحمك هكذا شتوش يرحمك هكذا وحسي جاعد سيدنا رسولا ما بغيتش نطول عليكم مستحب بغيت نمشي لديك ولا خير ولا لا خيرت وخيركم ولا هناك السيرة فيها بزاعة نجيب لكم هذه يعني إن شاء الله هذه تعجبني هذه النبي عليه الصلاة والسلام هو مع أصحابه وقف على بابه شكون والصحابة معاه واحد العربي قالوا يا رسول الله أعطيني مما أعطاك الله فبحث له عن شيء كان عنده فأعطاه قال يا رسول زدني زدني وخا زدني قال له بعدها أحسنت لك يا عربي قال ما أحسنت ولا أجملت أنا كنت نعتقد باللي قد يتعطيني شيء حاجة كبيرة قال له هذا هو اللي اعطيتني كيوالو فولى الرجل إن بصلاة عليه وسلم خرج وآمر الصحابة أن ينتظروه فذهب ليستلف عند الناس فجمع كومة من طعام فلحق بالأعراب وهو في طريقه إلى أهله وقد قال ما قال تحت سمع أصحابه لا حوله ولا قوة إلا بالله فلما لحق بي قال يا عرابي يا عرابي لقد بحثت لك عن طعام أو عن شيء آخر لم يكن متوفر لدي وقد جئتك به ولحقت بك فخذه سيت فجأة يا ربي يا ربي يا ربي واسم ودرت يا ربي والله يحسن الخطأ بالدعم فلما أخذه مندهشا قال له الآن يا عرابي أحسنت لك قال والله لقد أحسنت وأجزلت العطاء فنعم أخو العشيرة أنت يا رسول الله قال له يا عرابي حينما أعطيتك ما أعطيتك في بداية الأمر وقلت لك أحسنت لك وقلت كلاما ذلك الكلام أثر في نفسيات أصحابي فأريد منك أن تعود معي إذا أردت لكي تقول ما قلت الآن لكي يستمعوا إلى كلامك الآن ليمحوا ما في قلوبهم من جراء كلماتك الأولى يا رب 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 يا ر الرجل سألنا فاعطيناه فلما قلت له أحسنت لك قال ما أحسنت ولا أجملت ثم خرجت بعد ذلك فبحثت له عما بحثته ثم تبعته فعطيته الذي بحثت عنه وإنه قال لي كلمة بيني وبينه أحببت أن يصحبني إليكم لكي يقولها على أسماعكم أحسنت لك يا عرامي قال أحسنت وأجملت فنعم أخو العشيرة أنت يا رسول الله فذهب الرجل فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي يرفع به يرفع به الغضب يربع العباد أفراد وجماعا قالوا مثلي ومثلكم ومثل هذا العرابي كمثل رجل كانت لديه ناقة وعلى ناقته زاده فشردت الناقة وصار صاحب الناقة يسايسها من أجل أن يعني حتى يقبضها لكن لما رأاه الناس اجدروا صار كل من جهته يحاول أن يعينه على يقبض الداب فكلما حاولوا ما إلا ازدادت فيها يجانها أش قالهم أش قالهم خلوا بيني وبيننا ناقته أنا كان عفل ناقته فإذا به يأتي بقشام الأرض فيضعه في حجره فيسوسها بكلمات ألفتها منه يدعوها بكلمات تعلمتها منه وتستأنس بها فإذا بها تطمئن لسيدها وتأتي إلى سيد حتى وضعت جرانها بين يديه فأخذ خطامها وركب عليها واستمر في صفره ها هالشيء مثال بيني وبينكم وبينه لو أنني تركته على الكلمة الأولى التي قالها وسمعتموها فأثرت على أنفسكم فغضبتم عليه لغضب عليه الله ولدخل النار وأنا ما بعثني الله ليدخل الناس بسبب النار فلدفع النار عن هذا فعلت كل ما فعلت وجئت به بعدما قال كلاما طيبا ليقوله بين أيديكم فيمحو هذا الشعور شعور الغضب على إنسان مسلم فتحبوه وبذلك يدخل الجنة كيف أنت ربي بعثك لكي يرفع الغضب عن خليقتي هذا هو وذلك من بعد النعمة الثانية اللي بغيتنا داركم عليها وللاخرة شف الأولى واسموه ما وداك ربك وما قاله الثاني غادي تكون كثر الثاني غادي تكون كثر وللاخرة تزيد خير لك من الأولى يا ربي هذه حاجة أخرى يا ربي يا ربي واسموه الاخرة واسموه الاخرة أنا من الأول قالك لالاخرة خير لك من الأولى لم يقل لاخرة يعني لم يجعل في مقابل الآخرة الدنيا ولكن قال ولا لاخرة تزيد خير لك زيد من الأولى سيدا ربي يقول في القرآن فإذا جاء وعد الاخرة واسموه وعد الاخرة والله يهديكم وعد الاخرة يتكلم على الصراع المسلمين في القدس فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم رجالا ولبأس شديد انفجاسوا خلال الديار وكانوا وعدا مفعولة افتلي فإذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفة أي في آخر الزمان ستنجلي ساحة الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل في أرض الشام أرض الرباط يجمعهم كلهم هناك وينصر الله لإسلام يدخلون المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا مع المسجد الاخرة واسموا إينا هي الصراع النهاي الاخير إذن هنا واسموا معنا الاخرة هنا واسموا الاخرة واش في الدنيا ولا في لا يعني كل نهار النهار اللي مر هو اسموا واسموا هو التالي انت عن النهار واسموا آخر النهار واسموا وانت بشيت العز مياكس وغدالي يصبح النهار عنده آخر ولا ما عنده واش آخر وهذه العام واللي مرى واسموا آخر والعام اللي مرى آخر إذن القضية واسموا يا قضية لو كان الله يعطيك الخير فقط في الآخرة يقولك ولا الاخرة خير أي خير من الدنيا معنا أن الخير مرتبط بالآخرة فقط أما الإسلام فالخير مرتبط بالدنيا وبالآخرة لا يمكن أن تكون مسلما وتنتظر فقط الخير في الآخرة رب قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إنزالوا القرآن في حد ذاته من مقاصد أن لا تشقى في الدنيا من عرر عن ذكري فإن له معيشة ظنكة ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق الذي يتبع القرآن لا يضل ولا يشق اسمها تاسك إذن القضية اللولة واسمها القضية واسمها المسألة واسمها هي خيرات الدنيا كل دقيقة تمر زين إلا وهي أفضل من الدقيقة التي مرت كل نفس تتنفسه هو خير من النفس الذي تنفسته من قبل أو يا ربي أو يا ربي يا ربي يا ربي ولي ذلك اسمها قد سي درب اسمها ولا لا خيرات زيد خير لك لو قد سي درب ولا أخيرة خير زيد ولا أخيرة خير زيد من الأولى هذه صحية أو لا مشي صحية يقول ليس صحية ولا أخيرة خير من الأولى يقول والصحية مشي صحية كل شيء الناس في الدنيا غادي يكون دائما عندهم الخير في الدنيا كان يكون مؤمن ويكفر كان يكون مسلم وصل الله وسب الدين يقول ولا أخيرة أي مطلقا ولا أخيرة خير من الأولى يعني هكذا بيطلق هذه ليست صحيحة لكن بالنسبة ولا لا أخيرة خير لك انت يا عبي انت لك انت ويكفر نتكلم على ولا لا أخيرة خير لك مشي يكون شي الناس يمكن يكون شكو الأتباع ديالو دعا الصديقين ازدادون في كل يوم قربا من الله وصدقا مع الله الله أكبر الله أكبر خاصة تفتخر الزمان إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من دنيا قليلا قد شاهدنا احنا رحنا عشنا معه خاصة فتنة الدهيماء لا تتركوا أحدا من أمة رسول الله إلا رطمته حتى تفضي إلى قسم الناس فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه لا تضر فتنة إليهم القيمة وفسطاط فيه نفاق لا إيمان فيه دايما تغرب هذا هذا كنا حاسب إنهم زيان مشا هنا هذا حاسب ته العلم زيان مشا هنا وانت تشوف بكريك كان ما تقدرش تفرق في الناس يغش وينفق ويموت هكذك وما يكون شعند ديك الخبر اليوم ورب 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 على غربال ورب على غربال ورب على غربال ورب على غربال كل 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 يوم كل طيح هذا فضحو ياربي تستر ياربي تستر ياربي تستر هذا ادفعوا له هذا اللي كنا حاسبين وكيوالو جيبوا لنا كانوا غلطين فيه الناس ثابت لا بيهودين لا الله هو أكبر تفرز تفرز بتاخير الزمان قبل ما يخرج إن شاء الله هذا الدجال لا يخرج إلا عند تمايز الصفوف معها من تكون خاصة والألهجمة كبيرة هجمة ديال العديان كبيرة ما غدتخلي له قرآن وغادي تسل فلوس وغادي كذا وشبهات وشهوات ومخدرات ومسكيرات بل مكر الليل والنهار إذ تامرورنا عن نكفر بالله ونجعل له عن دادا دعوة دعوة مكر مكر وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإذا قال سدر بولا الأخيرة خير لك انتهى وشكرا أخر تا واحد حتى واحد ما عنده الضمان إلا رسول الله سوى اللي أعطى من بالضمان حينما أخبره الله قال أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة في الجنة الزبير في الجنة سعد في الجنة سعيد في الجنة عبد الرحمن في الجنة أبو عبيد عامر بالجرح في الجنة هكذا حديث هذا قال بيلان أنت في الجنة شت القصر أنت عك وجاريتين عندك تتوضآن في قصرك في الجنة هذا هذا السيد ربي يخبرهم ما عندنا ما ندير هما عندنا ما ندير أما كايش واحد اللي عنده شي ضامانة ولكن هذه الصورة وش حال تعجبني لأنها تبشر هي وقال منشار عليك صدرك وإنه أعطيناك الكوثر وش حال يعجبوني يا ربي 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 هذا إنسان هذا اللي ما يعرف شي مسحني يفوه نوضي هدر سيدي وحبيبا رسول الله صلح أنا هستغرب هالسيد هذا وش عنده شي قلب ولك يسرعت له وش كله قلبه ولك كبتو أنا ما فهمتش حبيبي يا رسول الله صلح عليه وسلم يتعاملوا مع الناس بهذه الطريقة هذه نحول ولا قوة إلا بلا ولا لاخرة خير ولك يوان بده وإن شاء الله أول حاجة هو اسمه هي باش تعرفوا بإلا القضية انتح هذا الخير في الدنيا كانش يدالي في القرآن هنا ولا ما كاش وش كايش يدالي في نفس الصورة بإلا راك يتكلم عن الخيرات ديالك هنا في الدنيا قبل بلا خيرة ولا لا واسمه هي ألم يجدك يتيما فبديت يتيم وآواك الله وجدك أضل زيد هداك الله وجدك عائلة زيد أغناك الله هذي في الدنيا وش هذي في الدنيا ولا في لا خيرة الدنيا را مو را مباشرة يقول هكي كانت حالتك هال الخير اللي يعطك الله في اليتم وفي الضلال هذي عارف الضلم وفاش وفي الفقر وفي الفقر هذي هم ثلاثان تعلم مصايب الكبيرة اليتم تزيد يتيم ما عندك ش اللي يكون بيك يا ربا يتيم ما عندك ثانيا تكون دور على الحق وما عارف ش المين هاش والثالث تكون الفقير مو عدم عندك والو ويعطيك رب كل شي هذو زل ما هذو را كان هذي هذي نبي صلع اسمع عاش هنبي صلع اسم ولي لذلك أنا بدي بالول شاء الله تعالى ألم ولا لاخرة خير في اللول ولا لاخرة لم ما تسف ما شك قال والاخرة ولا لاخرة توكيد الله يؤكد على أن الله ما تركك وما جفاك كيف يودعك وقد أحبك وكيف يتركك وقد بعثك لرفع غضبك عن خلقك بغية الله في بعثتك للخلق أن يجعلك أمان لهؤلاء وأن يرفع بك العذاب عن هؤلاء إذن مسألة مباشرة كجي ولذلك للاخرة خير لك إحنا استنا إحنا إحنا أستنا على الخير وهالخير كل شي كل شي كل شي كل شي يصيبون نحن هذه لاخيرة تخير ملك الأولى صابنا إحنا هذا من هذا الجلسة من آثار هذه الآية من آثار هذه الآية إذن شلحت برك الله ولي الآخرة بهذا التأكيد خير لك من الأولى إذن واسمو وقع لك قولوا لي الحاجة الأولى يلا بديوا معي الحاجة الأولى الحاجة الأولى واسمو لماذا ودعك الله لماذا قلت بأن الله ودعك قولوا لي وقولوا لي واجابوني علش قالك سدرب ما ودعك سدرب علش يقولوا لي لأنك كتشوب الليل وحي توقف يو أخويا الوحي موراه واسمو غديزي ينزل وينزل في 23 سنة أو يا أخويا وينزل زيد لترقيتك وتزكيتك وتزكية أمتك لتتمكن أمتك من إقامة هذه الحضارة الربانية العادلة التي سينشر الله بها الخير لإزالة ظلمات الريبة والشك والظلم والكفر والشرك عن البشرية جمعا الله 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 أكبر تعرفوا سيد البيوش حال كان يفرع بالآية منين تنزلوا ولا ما ننسخ مناية أو ننسيها ناتي بخير منها ومثلها ما ننسخ مناية أو ننسيها وآخرة ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من الوليين ولا نصير القرآن دائما سينزل وسينزل وتترى والحكمة من إنزال بذل الطريقة زيد أنا كذلك لنثبت به فؤادك زيد زيد لتزكية أمتك زيد لتكوين العبد الموحد زيد لتكوين الأسرة المسلمة زيد لتكوين الدعاة زيد لإشاعة أنوار الوحي في الأرض خيرات خيرات مع كل آية خيرات 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 ولذاك أنت تعرفوش حار نحن نفرط لي في القرآن كذلك يساهم اللي نضع هو كهك بحالية أنا غي أخشب أبقيت خشب أبقيت كله ما يفتحش القرآن تماما كله ما يقرش القرآن تماما كله ما يدبرش القرآن تماما إذا هذه مشكلة هذه جزال قولوا لي وش بغيت إن شاء الله الإنسان ينالوا الولاي عند الله بلا قرآن بغيت الأم إن شاء الله تمكن لها بلا قرآن أبغيت هذ النور يشيع في الخلق بغير قرآن وإنك القرآن يحارب 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 شو واحدين يقولهم القرآنيين يدينه كاكده ها القرآن أنا عند القرآن فيدي أنا عند القرآن فيدي يوم من بعد رفيدك أنا عارف إن القرآن فيديك فماذا سنعط في القرآن تدليس وشبه والجهل المركب حتى سمه واحد قال له هذا جهل ماشي مركب مكعب مش هذك الكلام مش هذك الكلام فرها الضوابط الواجب احترامها في التعامل معها أنا قبل ما نبدي في التفسير ثلث سنين وأنا كنت أتكلم لهم ضوابط وتفسير كتاب الله في هذه الجمعية جمعية أنا سجلهم يالله ثلث سنين قبل ما نبدي دل ثلث سنين وأنا نقول لهم ها هي الضوابط الشرعية المتفق عليها في كيفية التعامل مع القرآن يفهمها إذا الحاجة اللي أولى ولا لا خير تخير لك من الفاش في القرآن اللي رأت اللي رأت تقول من لي رأي وقف أنا غادي ينزل ومن لي غادي يزل واسمه خيرات 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 نعطيك وعدها يقولونه مسكينها الطفير بن عمر الدوسي من اليمن من دوس كان شاعرا قريبا فلما جاء إلى مكة كان مشركو مكة يخرجون خارج مكة ليلتقوا بالوفود التي تأتي إلى مكة فيحذرونهم من سماع محمد فإنه يقول كلاما يشبه السحر يفرق به بين المرء وزوجه فذهبوا فلقي المشركون خارج مكة الطفيل فلا زالوا به يحذيونه من أن يلتقي برسول الله حتى وضع الكرسوف في وذونه تعرف اسمه الكرسوف اسمه الكرسوف حلقتها كذا الخضرها هنا الله يخضره يامك قلت لك السيدي ديرها ديرها الأخر المهم وقى هكذا واحد النهار ولا يومين ومن بعد واسمه واسمه دان قال أنا رجل شاعر وعاقل وأفهم كلام العرب ما أنا ماذا يقول إليه الله إذا قلعتهم ونمشي نسمعهم شب فيش هذا مشى فوجد النبي صلي عند الحجري في الكعبة فبدأ يستمع فقال والله إني أعرف الشعر وقوافية والنصر وكلامة والسحر وزمزمتة والله ما بنصر ولا شعر ولا تزيين للصحر فلما انتهى النبي من قراءته اقترب منه وقال يا رسو ما هذا يا محمد ما هذا الذي يتقرأ قال هذا كلام الله قال أقرأ علي فلما قرأ علي قال يا محمد لا زال بالمشركون خارج الكعبة خارج مكة يقنعونني حتى وضعت الكرسفة في أذني حتى لا أسمع بك ولا أسمع منك فلما قلت لنفسي أنا أعقل الناس وأعرف الناس بالشعر وأعرف الناس بموازين الكلام فجئت لك يستمع عليك قال له لأن ماذا قال والله ما هو بشهد أشهد أن لا إله وأنك رسول الله اسلم أشهد ومن لسلموش كي هاك لك ولا تعرف هالسيد لسلمو اسمو دا ولا ما تارهوش طفل واسمو دا اللي جابها صحيح نعطي عشرين دورو ويرد لسب عملي قلوا لي واسمو دا هالسيد هذا قال السيد نبيعطني واحد الآية نمشي بها القوم ديالي ياك ياك ودعي قال اللهم هدي دوسا اللهم هدي دوسا اللهم هدي ديمس وأتي بهم مسلمين وبقلت الليد نتع واسمو فيها مصباح يتمشي بها في الليل المهم واسمو دا لها السيد هذا الحاجة اللي دا لها خليني بالقوم دياله اللي اسمو على يدو واحد حاجة مزيانة شكور أسلم على يده شكور جراب الوحي أبو هريرة بابا بابا نصطرف أبو هريرة ما عارفوش اللي كان كل ما فعله أبو هريرة في صحيفة الطفيل شتو الخير هذا اسمع القرآن شو الخير تعقى يا واحد اسمع هلو الخير دوس كاملة ويكفيه في خرفي أبو هريرة هذا أبو هريرة اللي مازال الناس اللي حد ديال أنت بغيت موت بالفقعة مازال الناس يحقدوا على وسيد ربي جاء على أبو هريرة فيصلا بين زيد المؤمنين والمنافقين لأن سيدنا أبو هريرة كي سلم يا رسول الله قد أسلمت أمي ببركة دعاك يا رسول الله بغيت الثالثة ويسمعه قال سل الله أن يحببني وأمي إلى كل مسلم إلى يوم القيامة فرفع النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه لكل مسلم إلى يوم القيامة اللي حب سيدي وحبيبي أبو هريرة ومنتو مؤمن واللي بغي سيدنا أبو هريرة منافق منافق ببركة دعاك جعله الله فيصلا فيصلا يعني شكوك أسبابه طفيل شو اللي أعطاه شو اللي أعطاه شو اللي أعطاه سيد النبي من يمكن يربي ينزل عليه القرآن وleans وكا يقوله زيد وكان فضل الله عليك عظيم هه علم كمال من تكن تعلم مع كل آية واسمه علم مع كل آية واسمه إيمان مع كل آية واسمه هه وكان فضل الله عليك عظيم تعرف حق يسا نضره ويدحك يضحك مالك يا رسول الله مالك لقد أنزل الله علي صورة ما أحب أن لي بها حمر النعم قال واسموية قال إما أعطيناك الكوفر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لأن إبراهيم لما مات من أبنائه وهو آخر أولاده الذكور قال فيه المغيرة الولي ابن المغيرة إنه أبتر انتظروا أن يموت محمد فيموت معه دينه فهو أبتر أي لا عقب له وكأن الدين مرتبطا بعقب رسول الله فقط فقال تعالى لا تلتفت إلى هؤلاء فسلاه بهذه الآيات إنا أعطيناك الكوفر ما معنى الكوفر أو أش ما معنى الكوفر يعني الكوفر هو نار الكوفر ياك ياك هذا الكوفر صافي هذا الكوفر هذا شوف كايل ثلاثة نتع المساعد شوف كايل الخير الكثير يسمه كيف هاش هذا يسمه الخير الكثير والثاني واسمه هو اللي يكثر بالكثير واسمه هو أقوله ياك ياك لا أكثر اسمه التفضيل واللي أكثر من أكثر واسمه هو الكوفر كثير وشكون يقول كثير ربي والأكثر شكون يقوله ربي والكثر هو أكثر الأكثر إنه أعطني الكثير كثير الرسالة والقرآن والإيمان وأمتك وكذا والجنة والأغوة ونفتع الجنة ونت سيد القلق ونت صاحب اللي والمعقود والحوض المورود ونت 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 وات ياحبيبي ش د الله علي وسلم واتقوا يوما شو باش يختم القرآن بده بإقرأ وكمل واتقوا يعني القرآن يبدي بالعلم لينتهي بالتقوى العلم والتقوى اتقوا الله ويعلمكم الله القرآن بده باش اقرأ تعلم يكمل باش اتقوا الله واتقوا شو اقرأ باسم ربك واتقوا يوما ترجعوا نفير بقي غسط داربي توصل واسم هو يبقى غيم وراقبة ربي القراءة دي العلم وصلاتك ان قلبك تعمر بربي وبالاخرة وانت مستعد في كل لحظة وتشتاق لليوم الذي تلقى فيه ربك كما كان يقول بلال عند موته اليوم القال احب محمدا وصحبا رحلة القرآن واسمه هي اقرأ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله شو شو لا اله الا الله هذا واسمه هذا هذا العطاء ولا الاخرة خير لك من فاش خير لك اي ان القرآن الذي توقف لحظة كان لحكمة ولكن الذي سيأتي في كل يوم القرآن الذي ينزل في كل يوم زيد سيزيدك واسمه في اللي واسمه علما اكثر الثانية واسمه هي يزيدك من العلم واسمه اخر واسمه يزيد يزيد يزيدك واسمه حفظا اكثر لا تحرك به لسانك اللي تعجل وبعض الحفظ واسمه يزيدلك انا قال لي كمل كمل الوقت كمل الوقت والثالثة واسمه ايا زيد اللي غد تكون حسن الفهم ياك الفهم وذاك شي واقع الفهم زيد هوا ازددت زيد زيدت قرآنا كمية زيد قراءة زيد تدبرا زيد واسمه واسمه ورثه من بعد واسمه الرابعة واسمه ايا اللي غد يزيد الخير اللي غد يزيد واسمه في الدنيا واسمه في كل يوم تزداد ايمانا بسبب القرآن المتنزل الذي قرأته وفهمته ودعوت الناس اليه اي اثر قراءته واثر تعلمه واثر تدبره واثر العمل به واثر الدعوة اليه جنيتها ايمانا في قلبك زيد واسمه قد يزيد ففي كل يوم ازداد ايمانك عن ايمان يومك الماضي ايمانك اليوم خير من ايمانك بالامس لان الايمان ثلاثة انواع ايمان ثابت وايمان الملائكة لا يزيد ولا القصر وايمان يزيد دائما دائما هو ايمان الانبياء وان اعظم الايام ايمانا بالنسبة لرسول الله هو حينما وضع رأسه بين سحر ونحر زوجي عائشة ليسلم الروح الى بارئها ولذلك ما قاش ليلة هيا الله من يجاي موت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه قال بل الرفيق الا احنا نحره في ليلة هيا الله احنا نحره في ليلة هيا الله اخر كلمة قالها بل الرفيق الا خرجت روحه ويقول بل الرفيق الا احتقلت احتقلت عائشة من اللي قال بل الرفيق قالها ثلاثة على المرات فسقطت يداه وسكت لسانه فقالت اذا والله لا يختارنا لقد اختار الرفيق الا فعلمت انه رحل اسمه تاسي زيت الايمان ولا لا خيرة خير الكامل ولا لا اي الايام التي تأتي بعدها لزيد سيزداد ايمانك في كل نفس في كل نفس جديد يزداد ايمانك عن النفس الذي سبق وفي كل يوم يزداد ايمانك على ايمانك في اليوم الذي سبق وفي كل شهر يزداد ايمانك على ايمان شهرك الذي سبق وفي كل عام جديد يزداد إيمانك على إيمانك في العام الذي سبق وفي عقدك هذا يزداد إيمانك على عقدك الذي سبق حتى يصل إيمانك إلى أعلى مستوى لم يصل إليه أحد من الخلق ولن يصل إليه أحد من الخلق حتى إلى يوم القيام ولذلك هو الوحيد من إن جاء يموت جاء عنده بزوج جبريل يسكن أخر يقوله وملك الموت وملك الموت فين بقى؟ فين بقى؟ قال له صدي ربي ما تدخلش عليه حتى يعطيك العيه عمره شي واحد يستأذن عليه ملك الموت ملك الموت لم يستأذن أحدا قبل رسول الله ولن يستأذن أحدا بعد رسول الله ولكن جبريل اقرأه السلام وقال يا محمد هذا ملك الموت عند الباب يستأذنك وما استأذن أحدا من قبلك ولن يستأذن أحدا من بعدك فإن أذنت له وإلا لا يتقل ما شو من قرر هذا عنده؟ ها لي ركتتب حبيبي رسول الله حبيبي رسول الله ها حبيبي رسول الله شو كان أسعر ركتقوله؟ أما بركتها دراسي محمد طلع على القلوب فكان أتقى قلبي الناس هو قلبه الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له لا يستأذن قال له لا استنى يا جبريل شوف لك كيف أمتي أمتي فعاد إلي قال السلام يقرؤك السلام وسيدنا ملك الموت استنى السلام يقرؤك السلام يقول لك إن الله لا يسوءك في أمتك قال له يا استنى ما يدخش أبغيت أن أعرف إن شاء الله تبارك وتعالى عندي واحدة الطالب واحدة الرغبة عن سيدة ربي وصلها لها يا جبريل وصلها لسيدة ربي عشني هي؟ قال له يعني أنت استورة معاصي وفضائح أمتي على الأمم السابقين يعني حسبهم مستورين مش ما يتفرحوش قدام الأمم جاءوا قال له السلام ويقرؤك السلام ويقولوا لك يا محمد زيد زيد ماشي سيدة ربي غادي يحاسب أمتك قدام الأمم ماشي غادي يسترغى على الأمم غادي يحاسبها ويسترها حتى على عينك ما تشوفهمش غادي يربي يسترغى أمتك عليك أنتا ملين غادي يقبضني أنا سيدة ربي بتقييمه ويقيبي للفضائح يعني يكون غيبين يقبينه يعني سيدة ربي يصل عليه وسلم ما يوصلوش هاش ما يوصلوش هاش الله أية كرمة هات وأية منزلة كنت أتمنى أن أسترسل إن شاء الله تعالى في الحديث عن وللاخرة خير لك من الأولى فتحدثت على أن الخير هذا في الدنيا زيد 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 نزولا للقرآن زيد قراءة له زيد تدبرا له زيد عملا به زيد دعوة الناس إليه زيد وما ياء زيد وآفره في قلبه يزداد إيمانا 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 وقرب الإيمان حتى كان أعلى ما يصل إليه بشر وفي اليوم الذي أسلم الروح لباريها ويقول بل الرفيق الأعلى بل إن جبريل يخبره عندما كان على قاب قوسين أودنا من الرحيل من هذه الدنيا الفانية قال له رأي استأذنك رأي استأذنك ورأي استأذنك 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 كان شي واحد اللي غادي استأذنه ملاك الموت كان فيكم شي واحد اللي غادي استأذنه يا ودي يا ودي يا ودي يا رب يا رب يا رب نعرشي واحدين مساكينة كنت في حفير كانوا يسمعوا الآذان وهما يلعبوا الضم كبار مساكين يلعبوا قالوا جروي 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 مات هكذا يلعب جروي جروي انت تعرف فوقاش غادي يجي عنك انت تسمع للأذن وكبير وشي باني مات حشمش مات حشمش الدرب بيقولك حي على الصلاة اجي عندي البيتي اجي عندي كذا على كل حال ان شاء الله تبارك وتعالى سنعود ان شاء الله لهذه الآية اللي نتحدث على المعنى الأول وهو الاخرة خير لك من الولى أي الخير الذي سيأتيك بعد انقطاع الوحي سيكون فيضا من الخيرات كلها علما عملا صديقا دعوة ايمانا قربا يقينا صدقا تقوا كل خيرات كل خيرات كل خيرات ايمانا قربا عملا 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 شكرا